وبمناسبة عيد الرحمة الإلهية احتفلت رعية سيدة البشارة للاتين في منطقة الويمدي في عمان بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأبسيمون حجزين بمشاركة خدام الكنيسة وأفراد الجوقة وجمع من المؤمنين من أبناء الرعية وضيوف الكنيسة وفي عدة القداس أشار الأبسيمون إلى العلاقة الوثيقة بين سر مغفرة الخطايا في عيد الفصح وسر الرحمة الإلهية حيث أن عيد الرحمة هو إحدى رغبات السيد المسيح التي أظهرها بنفسه عند ظهوره للقديسة فوستينة عام 1931 حين طلب منها أن يؤسس هذا العيد ويحتفل به وقد اعترف به قداسة البابا يحن بولست الثاني كعيد رسميا للكنيسة بوسطة مجمع الليتورجيات ونظام الأسرار اشتركوا في القناة